فإيش الآثار التي ستتركونها لكم من بعد أن تعبروا هذه الحياة وأنتم الآن بكامل صحتكم وأنتم الآن بكامل قواكم العقلية فمن الناس من يدخل في غيبوبة ثم ينتهي به الأمر ويموت من الناس من يدخل في مرض مزمن ثم ينتهي به الأمر ويموت ويتحسر على أيام صحته وأيام شبابه لذلك اجعلوا هدفكم في الحياة يتجاوز هذه الحياة فإنت أبواب البر عالية عندك فإنت تستطيع أن تتصدق تستطيع تنشئ لك وقف على قدر مالك تستطيع أيضا أنك مثلا تشتغل مع الجمعيات الخيرية وتضع لها من الأوقاف والمشاريع ما تستطيع به سواء استقطاع شهري أو كذا يظل لك العمر كله والله عز وجل دائما ما يعطي الإنسان إلا على نيته لذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول رب درهم سبق مئة ألف درهم فلا تستخسروا أبدا أي شيء الشيطان حريص أنه نخليكم تأجلوا وتأجلوا وتأجلوا لا اليوم قرروا أنكم هتعملوا شيء في العمل الخيري شيء لكم يظل لكم أبدا الدهر إلى يوم القيامة